سعالوا هلوموا إلينا الضفوا عمو يزود تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بك يا أطفال شوية تاع الصبر لما تسجلوا للحضور لأن تسجيلات كثيرة وعمو يزيد حبي يجيبكم كامل الحصة واش رايكم نتكلموا على أيام دولية كما مولفين لتفيدنا في حياتنا اليوم عدنا يوم عالمي مهم جدا هو اليوم العالمي للبراي البراي؟ شو كنت يعرف البراي؟ نعم تعرفوه محمد؟ نعم واسمك؟ محمد محمد، شحن في عمرك؟ محداش وش هو البراي محمد؟ البراي حروف حروف وهما هكذا شغلهم لي من هاد البراي هاد اله؟ ها؟ شو كنت يستعمل البراي؟ هذيك ما أعرف نقول شكون هما؟ يعني الناس لي ما يشوفوش؟ ها؟ المكفوفين؟ ها؟ المكفوفين يعني؟ لي ما يشوفوش؟ ها؟ داكور داكور محمد قال لكم بالبراي هو للكتابة والقراءة هو لانجاج للمكفوفين وداروه لويس براي سيبورسا لذا اسموه براي وفي ربعة جنفير هو اليوم العالمي للبراي يعني هي الطريقة اللي كتبوا بها المكفوفين لي ما يشوفوش؟ داكور؟ لي ما يشوفو أن الإرادة تاع إنسان حتى يكون مكفوف ممكن أنه يدير دراسات ويدير أطروحات ويقدر يتقدم في الدراسة بالرغم أنه مكفوف شفتوا الإرادة يا أطفال؟ ومن بعد محمد جابنا مفاجأة آآآآآآآآآآآآ قبل ما نروح محمد راح نطرح لكم لغز تحبون الغاز؟ أسمعوا اللغز هذا نقولوا بارع في الكتابة وماهر في الرسم يذيب جسمه في عمله فيزداد قسرا كلما طال عمره من هو؟ أعيد اللغز بارع في الكتابة وماهر في الرسم يذيب جسمه في عمله فيزداد قسرا كلما طال عمره من هو يا تورا؟ على بل الشاطرين ولكنتم يا أصدقاء اللي راكم تشوفين هتقدروا تشاركوا في الإجابة عن اللغز بطريقة تالية أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع أغل اكتب عمويازيت.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجاوب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة أغل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذن يا أطفال ستنوا حتى نهاية الحصة على بل المشاطين وعندكم الجواب أنتم أصدقائنا لم يشوفوا فينا احنا في هذا قبل ما نوصلوا لإجابة عن اللغز مدبيا نروحوا نكتشفوا شخصية كان إنسان كان مكفوف ربي الرحمه ولكن كان ملحن وموسيقار كبير في الجزائر ومعطي بشير معطي بشير إذن محمد أروح معي أوليدي تعال نروحوا لهيك باش نديرو نديرنا الشخصية هذه إذن محمد رايح يديرنا نبدأ عن شخصية وحياة المرحوم المؤلف والموسيقار ورئيس الجوق للإدعاء الوطنية المشهور ربي الرحمه معطي بشير تفضل محمد شكرا 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 معطي البشير ولد معطي البشير يوم 5 أفريل 1942 ببسكرا وشرع بشير المباركي المعروف بمعطي البشير وبدأ مشواره الدراسي ببسكرا قبل الانتقال إلى باريس لمتابعة دراسته في الموسيقى من 1960 إلى 1962 وفي سنة 1963 رجع إلى أرض الوطن وبدأ مشواره الفني مغنيا بإذاعة الجزائر حيث سجل أكثر من 25 أغنية أشهرها من يصبرني الذي أداها لأول مرة سنة 1966 ولكنه اشتهر أكثر كمؤلف وملحن لأكثر من 30 عام كان مؤلفا وملحنا ولكن أيضا قائدا قائدا لفرقة الموسيقية لعدة أجيال للكثير من الموسيقيين الذين كانوا يتعلمون منه وأصبح أكثر أصبح أكثر شهرة كملاحن لسلوى صباح الصغير نور خليف والعديد من الآخرين وترك بصمة عميقة في برنامج الحان وشباب انقطع معطي البشيري بسبب إصابته بمرض خطير عن التأريف سنة 1992 وهي السنة التي أحصى له فيها الديوان الوطني لحقوق لحقوق المؤلف نحو 400 قطعة موسيقية في مختلف الطبوع وفدته ألمانية يوم الخميش 8 جنوبي 2004 بباريش على إثري مراضين عوضان برافو 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 تسفيق على محمد تسفيقها 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 شكرا شكرا محمد وليبي شكرا محمد وين تقرأ في العاشور مدرسة مدرسة على المكفوفين مدرسة الله يبارك أي سنة تدرس محمد الرابعة طلعت للرابعة طلعت للرابعة شكرا 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 نوجه تحية لكل نذوي احتياجات الخاصة وعلى رأسهم المكفوفين في هذا اليوم اليوم العالمي للبراي ونقولوا لهم باللي نحبوهم ورانا نساندوا فيهم وعلى بلنا باللي عندكم إرادة كبيرة وربيوا فقكم إن شاء الله وإن شاء الله نشوفكم دائما دائما متألقين شكرا شكرا على الزيارة شكرا هاي المسلك تعال يا طفال يوم عمو يزيد جاب لكم أغنية عن الموضوع مهم جدا هو الفعل الحضاري السيفيزم لزاك دوسيفيزم يعني ما هما الأفعال والرفلكس التي نقوم بهم في حياتنا اليومية عدم رمي النفايات احترام الغير هدا هما لك دوسيفيزم التسامح يخي يا طفال إذا تغنوا كامل معايا إني أسيك يا طفلي وتشوفوا عمو يزيد واش راح يوصي الأطفال اللي كما انتم مع الفعل الحضاري باش نكونوا أعضاء مهمين وأعضاء عدنا دورنا في المجتمع يخي يا طفال يلا كامل معايا الأخلاق هي العنوان تغني أوصيك فاسمع احذر من عمل الشيطان وعمل أعمالا تنفع فالأخلاق هي العنوان لا تكسر شيئا أو تخلع أو تتعدى على حيوان لا تؤذي الحرثة والزرعة وتركه ينمو بأمان وتركه ينمو بأمان لا تكسر شيئا أو تخلع أو تتعدى على حيوان لا تؤذي الحرثة والزرعة وتركه ينمو بأمان وتركه ينمو بأمان تغني أوصيك فاسمع احذر من عمل الشيطان وعمل أعمالا تنفع فالأخلاق هي العنوان احذر من تلويت المال ليسلح للشرب ولا غسلي واستعمل دوما إناء ولا تكن طفلا مهمل احذر من تلويت المال ليسلح للشرب ولا غسلي واستعمل دوما إناء ولا تكن طفلا مهمل ولا تكن طفلا مهمل تكني أوصيك فاسمع احذر من عمل الشيطان وعمل أعمالا تنفع فالأخلاق هي العنوان النفاية لا تلقيها في الشارع أو في الطرقات تمسكها حتى ترميها في سلات المهملات في سلات المهملات النفاية لا تلقيها في الشارع أو في الطرقات تمسكها حتى ترميها في سلات المهملات في سلات المهملات تفلي أوسيك فاسمع احذر من عمل الشيطان وعمل أعمالاً تنفع فالأخلاق هي العنوان برابو 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 يا أتفال إذن تفلي أوسيك فاسمع احذر من عمل الشيطان فعمل أعمالاً تنفع فالأخلاق هي العنوان الأخلاق هي أطفال مهمة جداً إذن عدم رمي النفايات عدم تبذير الماء التسامح لطف مع الجيران مع الأحباب مع الأصدقاء شيء جميل حتى المجتمع تعني يكون متوازن وتعيش في أمان يا أخي ماذا عليكم دركان رحول ألعاب الخفاء إذن عمو ناسيم تفضل تفضل عمو ناسيم 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 تفضل عمو ناسي اشوف خصوري اشتركوا في القناة 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 هراح حط الرش في كل دار هكذا حط الرشة رشة 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 قد ومدك رجع عند الملك قالوا قراصة اني حتيت الرش قالوا روح دركات طم هداك الرش روح اجمع هداك الرش كام روح جيبو كيراح ما صابش الرش صابوا الرش ده ده الرش مقدرش كيفاش يعود يجمعو يعني اعطالوا الحكمة باللي مشي كما كي تجرح انسان تقدر تعود تتراجع يعني الريش هو المثل يعني كيفاش تقدر تحطوه ولا كمينة قدرش تعود تجمعوه عمو يازد عمو يازد نستخلص من حكايتها اليوم انه يصعب علينا ان نرد الكلمات بعد ان نجرح بها غيرنا برافو برافو تصفيقها تصفيقها على ابو تصفيقها 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 اذا يا اطفال انسان قبل ما يجرح الناس لازم يفكر يفكر لانه يجرح الناس بالكلام ولا بالافعال صعب 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 انك تعود ترجع المياه الى مجريها يعني ترجع الناس تحبك كما بك ليه وكما يجرحو ياخي اطفال ما لازمش نجرحو الناس حتى نفكروا مليح يلا معي عجبتكم الحكاية يا اطفال إذن لا يجب التسرع في جرح الآخرين لأنه من الصعب باش نعود ونرجع المياه لمجالها يا خياتفال نعم وصلنا الدركالوحدة روكنا نحبه بزاف وركن الباريد ورح نقرأ الرسائل تا أصدقائنا الأطفال اللي بعتهم مننا وانتم تاني بيمكنكم ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويازيد.com ودقتوا على الزرار ملاحظات وآراء باش نقرأ الرسائل تاكم بوبي شوف الباريد أصدقائنا الأطفال واش بعتونا كين جميل جميل شحنا نحب نقرأ الرسائل شكرا شكرا بوبي شكرا شكرا إذن الرسالة الأولى من عند عبادة آية هيبة الرحمن خمس سنوات من أفلوا من لغوات إذن تحياتنا لكل ناس لغوات وناس أفلوا قاتلك حصة راقية وجميلة أحبها حنا تاني هيبة الرحمن آية نحبوك 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 وناس أفلوا وناس لغوات كذلك شكرا على هذا الاهتمام الرسالة الموالية ميزالي آية ميزالي آية ومحبوبة حنا تاني نحبوك يا محمد ياسليماني وشكرا على هذا الرسالة الظريفة الرسالة الموالية حمومي أيمن 15 سنة من سيدي بن عدة ولاية عين تموشنت إذن سلمنا لكل سكان مدينة سيدي بن عدة وكل ولاية عين تموشنت حمودي أيمن 15 سنة قال لك حصة رائعة أكثر من النشاطات الترفيهية شكرا أيمن على الاهتمام ونأخذ هذا الطلب يعلي اعتبار إن شاء الله شكرا الرسالة الموالية عزا كيكي 43 سنة صديق الحصة من واترلو من إنجلترا واترلو من لندن من إنجلترا قال لك شيء جميل تقومون به في الجزائر هذا ما نريده لجاليتنا حصة الجزائرية تربي أبنائنا وتفرحهم ناس مثلكم يبنون الأجيال شكرا إذن كيكي عزا 43 سنة من واترلو لندن بإنجلترا شكرا على هذه الرسالة التي تذهب بجرة للقلب وإحنا هذا واجبنا وإن شاء الله نساعدوا كلنا باش نبنيوا خير خلف لخير السلف عمو يزيد سيحتفظ بهذه الرسائل التي نحبهم ونحب نقرأهم رسلنا يا أطفال عبر مقاعد الانترنت عبر الزرار ملاحظات وآراء ونقرأوا الرسائل لنتعكم توقع الحقنا الركن النكتة شكرا عنده نكتة جميلة يجي حكيها ليه؟ نكتة 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 تعالي بنتي تعالي تعال وحي بنتي قعدة هنا واسمك شكرا؟ فدوة زراقة فدوة ومن تسكنية فدوة؟ ولاية الجزائر في العاصمة شحن في عمرك؟ ثمان سنوات تحكينا نكتتك بنتي؟ كان وحد الخطراء ووحد الراجل عنده عشر بلاد قاع خمسة بنت وخمسة ذكورة قاع ذو كل خمسة بنت وخمسة ذكورة رحوا للفرنسة بقى غير هو في الجزائر هو ثاني قال له انا واش نقعد اندي في الجزائر رح للفرنسة رح للفرنسة ما يعرفش هو يهضر بالفرنسة يتخلى القهوة قال مو القهوة قال له اعطي لي هذيك اللي يديرها كاية مغرفة اختيش ما عارش ويهضر بالفرنسة ما يعرفش المغرفة واسمها برابو 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 بنتي برابو برابو شو اللي عنده تعالي تعالي بنتي اروح تعالي 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 تعالى تعالي وأصح واسمك ولدي؟ طبيق عبدالإيلاب وجماع وين تسكن؟ في المدية في المدية اخيار ناس ناس المدية نحيوكم كامل ما حال في عمرك؟ ثمان سنوات ثمان سنوات حكينا نفسك لدي وعض الخطرة وعض الطفلة كانت حابة تغرر القرآن ودايما تنسل بسبالة ويما تفكرها وعض الخطرة كانت حابة تغرر القرآن التليفون كان يصوني راح ادربت التاليها وراح ادربت التالي وقالت له اعوذي بالعمل الشيطان الراجي شو كان؟ يا أطفال لحقنا دركاء للجواب عن اللغز بارع في الكتابة وماهر في الرسم يذيب جسمه في عمله فيزداد قسرا كلما طال عمره تعالي بنتي أرواحي بسمك بنتي؟ إيناس في القبة في القبة شعر في عمرك؟ 11 سنة وش هو الجواب؟ القالم برافو 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 القالم أعطي له الهدية تحها أعطي له الهدية تحها الشاطرة هذه أعطي له الهدية نحبه الشاطرين حبه الشاطرين إذن بنتي عمو يزيدي هديك هاد الكوب بيش تشرب فيه الحليب أو الماء وعمو يزيدي هديلك هاد ثلاث سيديهات ثلاث سيديهات فيهم 22 أغنية في كل سيدي عمو يزيد دار هاد الأغاني خصيصا لكم يا أطفال إن شاء الله تستفدي بهم تفضلي بنتي لا شكرا على واجب لا شكرا على واجب اليوم عدنا عيد ميلاد ياسر 12 سنة تعال يا ياسر تعال أوليدي تعال إذن إحنا إذن إحنا نغنو لياسر عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا يروحوا يجيبونا القاتو بتاع ياسر أنا نعطي هادو البوبي يخبهم لي موسيقى عيد ميلادك أحلى عيد ربك تبنك عمر جديد الله يبارك في كوزين ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك في كوزين ونقول لك عيد ميلاد سعيد موسيقى من قلبي ليك نتمنى صحة وسعادة وهانة شرع يا ربي لميات سانة ونعيش أيامها أخرى شرع يا ربي لميات سانة ونعيش أيامها أخرى موسيقى 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 يا بانين ويا بانات يل نطير فارونا موسيقى 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 هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها موسيقى 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 باب الله ما يدولوه وصحابه ويبردولوه مجمل هدايا يهدولوه هيا نصفق ونغنيلوه مجمل هدايا يهدولوه هيا نصفق ونغنيلوه موسيقى سنع حلوى يا جميل سنع حلوى يا جميل سنع حلوى سنع حلوى سنع حلوى يا جميل برافو إذا ياسر تناش حداش عشرة تسعة ميه سبعة ستة خمسة ربعة لتا زود واحد طفلنا شمع ياسر طفل شمع برافو 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 وليدي برافو 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 إذن ياسر عمو يزيد يعطيك شهادة شهادة إنجاح تصوير حسة مع عمو يزيد في هذا الضرف الجميل تفضلوا وليدي وإنتما كامل يا أطفال غير تخرجوا منك كل واحد ياخد شهادة هكذا يعتني بها كذكرة يا أخي أطفال ياسر بما أنك جمعت خمس قاسمات من علاب حليبة رامي ورسلتها لنا على صندوق باريد 42 ألف استوى للجزائر العاصمة رامي رأي البرنامج يهديك هذه الدراجة إن شاء الله تستفد بها ولدي أكبر حال إن شاء الله تستفد بها وأنا مبقى لي إليه نقولكم أبقى ورقير ستنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت سلام حبوكم يا أطفال لا تحزنوا حنال ودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حنال ودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين